السلام عليكم الهدف من هذا الفيديو هو انه نساعدك نخليك تضمن ان شاء الله هات 15 نقطة على 40 اي ما يعادل سبعة نقطة او نص على 20 في الامتح الوطني بقمعه مرحبا لكم اخواني اخواني كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير لكن اول مرة تشوفوا القناة المرجو انكم اتفاعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة والمرجو انكم اتفاعلوا الجرس مع الاصدقاء تعكم لتعم الفائدة ونصفت على المتمدرسين والمترشحي الاحرار يوم المتيح الوطني كتلقاه هاكا اواخد النص كل فقرة كل جملة كل كلمة وكتدوس قريبا 25 دقيقة هو ما زال كيقرأ والوقت كيضيع وهذا خطأ الطريقة الصحيحة اللي تقدر التعامل بها مع النص هي هادي ناخد النص بحال هكذا الى كان عنوان اوكي ما كينش كنشوفوا الصور عندي زوج هنا ثم كنمروا الى المقدمة كل فقرة عندها مقدمة نقرأها غانمر مباشرة الاسئلة فالاسئلة هي المرشد هي اللي غا تخليك تفهم النص وهي اللي غا تسهل عليك التعامل مع النص النصائح غنطبقوهم حالا على هاد الامتحال الوطني اللي هو الدورة العادية 2019 مسلك العلوم الإنسانية هاد النص تقصد انني منقراهش باش نكون كنكتشفوا معاكم بدأوا على بركة الله نشوفوا الصور عندي هنا تومي بلاين ذا ترامبت هاد تومي بلاين يعزفوا على ترامبت الصورة الثانية تومي بلاين ذا درامس فهو كيلعب على درامس تومي باش كان صغير وهنا تومي كبير نقرأ قلنا الجملة الأولى من كل فقرة تومي aged 15 عام is studying music and loves composing his own oh studying music راح بينا music موسيقى كي قرع موسيقى loves كي حب composing his own اذا كنت سنجوب انه هاد الفقرة على تومي عنده 15 سنة هنا there are about 100 مئة تلميذ فاش في الدرام works project في هاد المشروع هادا نقطة زيد الفقرة الثالثة tommy now plays the drum even outside the music sessions حاليا كيلعب الدرامس هما هادو قبل خارج الحصص دي الموسيقى رقم أربعة سوزي a music teacher remembers the change she saw in tommy سوزي هي أسادة الموسيقى remembers كنت تذكر the change تغيير هنا كان عارفوا see saw اللي شافته في tommy كانت توقعوا ان احد الناس اللي ضير به شنو قالت عليه بالضبط رقم خمسة tommy enjoyed making progress enjoyed فهو استمتع بأنه making progress كان عارفوا progress والتقدم فاستمتع بالتقدم اللي اعمل هاد شي اللي فهمنا الآن كنمر مباشرة الأسئلة a تمرين الأول choose the best answer اختر الجواب الصحيح this text is about هاد النص بخصوص ماذا a b c شوفوا هاد النوع من الأسئلة كان فضل تخليه حتى الآخر ويكون آخر حاجة كانت جاوبوا عليها مروا لب b نشوفوه حالا على الصبورة complete the tort with the right information complete اكمل هاد الجدول بالمعلومات الصحيحة معنى figures هو الأرقام لاحظوا عطينا أرقام what they refer to يعني كل رقم إلى ماذا يشير قبل ما تبدأ جاوب ضروري تشوف هاد الجمال لأنك هنا غتجاوب بنفس الطريقة تاح هادو بزوج tommy's age when he joined the drum works project tommy's age age large السن the number of students in each music group number وعدد التلاميذ في كل جروب طريقة الإجابة عن تمرين كان بيحثوا على الرقم 15 فلاحظوا ها هي aged 15 is studying music and loves composing his own is studying هادو البراسنت كنتيني سوى الحادر المستمر كان فهموا أن تومي سنه خمسداشر سنة الآن في الحادر tommy's age when he joined the drum works project قلبي مننا السن ديال تومي مع مع drum works project أو مشروع drum works لنمشي مباشرة النص نبحث على عدد قلنا سنقلبوا على drum works project هذه هي في الفقرة الأولى وحنا نحتاجين نعرفوا السن ديالو وش حال كان من اللي نضم لهذا البروجيكت هنا كتشوفوا حدها عندي 12 سنة فهذا هو الجواب الصحح نكتبوه هنا في هاد الفراغ نمرو إلى العدد 100 ماذا يمثل هاد العدد في النص ديالو كمية تلميذ إن ديالو لانجواب يصبح بالنمبر عدد التلاميذ في المشروع البروجيكت لإسمه drum works أخيرا عدد تلاميذ في كل جروب وأكيد الجواب غادي يكون في نفس الفقرة اللي فيها مئة تلميذ لاحظوا معي نشوف هنا 20 groups 20 غا نجي وغا نكتب 20 التمرين السي السي غادي يالو على الصبورة هل هاد الجمل صحيحة أم خاطئة يبرر جوابك 1 Tommy was punished at school because of his bad behavior غا نكتبو هنا إما true or false ثم غا نبررو الجواب ديالنا من اللي كتشوف الجملة كتلقى هنا was punished كنت تكلمه على الماضي منذ قيم غا نمشي الفقرات الأولى من النص punish العقاب عقبة because of his bad behavior مفهمتيش punished عندك هنا bad behavior سلوك سيء مفهمتيش سلوك سيء عندك school مدرسة عندي هنا school نعم عندي discipline problems اللي هي مشاكل الانضباط excluded تم استبعاده من المدرسة كنشوفوا باللي هذا هو الجواب true صحيح تبرير he was excluded from school several times إلا بقى عندكم شب أنتم كتبوا الجملة كاملة أو الصبر كامل هنا عطينا الجواب باختسار للإشارة ففي الصحيح تاع الامتحانة الورطانية ضروري يطلب من الأستاذ مصحيح أنه يشوف هذه هي الأولى إذا كان صحيح عاد الأستاذ مصحيح كلمب وكيشوف التبرير ديالك في حالة إذا كان هذا مصحيح فمباشرة كيدرب لك على التبرير ولو يكون صحيح نومبر تو students join their music sessions in the evening عندي هنا students تلامض session حصص in the evening غنشي مباشرة الفقرة اللي تكلمنا فيها على ذو ميئة تلميذ هذا البروجيكت they attend their sessions لاحظوا نفس الكلمة sessions هي هذه at lunch time فمعناه وقت الغداء على عكس هنا عندي عندي سؤال sessions in the evening evening كنعرف وهو المساء نص خلص أنا رقم زوج false they they attend their sessions at lunch time بما انه هاد جملة خديتها من النص ومعنا لتشعل لها حتش تعديل فمن الاحسن ان نعمل علامات الاقتباس رقم ثلاثة Tommy is now able to compose his own music الجملة فيها now كنتكلم على الحاضر compose own music غنمشي تلقائيا الفقرة اللي كنتكلم على الحاضر بتاع Tommy Tommy now الآن place the drums احنا بغينا حاجة فيها own music فيها compose كيف ما قرينا في رقم ثلاثة لاحظوا play كنمر هكذا كنقلب على شيء اشارة اوه لاحظوا هنا own music نفس الكلمتين قال I can write my own music write نفس المعنى تاع compose فهذا هو الجواب true I can write my own music بما انا هدى الجملة خديناها من نص ما عملناش عليها تعديلات افضل كان عملوا هاد العلامات تاع الاقتباس نمر الى تمرين D answer these questions غنشوفو هاد السؤال او هاد الصغة على الصبورة answer these questions هاد السؤال معناه اجب عن هاته الاسئلة رقم واحد where where did the drum project start كنشوفو عندي where اين منطقيا نظر ان نمشي غنقلب في الفقرة على المكان the drum project start في نمشي الفقرة التي تتكلم على the drum works project خلو لنا where المكان ف كنشوفو عندي هنا where ها هي where the drum works project has been running فالمكان اللي بدأ فيه هاد المشروع هو Warren school لاحظوا هادها Warren school did هذا الفعل start نصرف في past simple لفارم انتروجاتيب الجواب راييكون افيرماتيب الفعل start كان دفول او د رقم زوج what is the first musical instrument tommy played the first اول musical instrument كان عرفوها هي اه اه موسيقية هانتما musical موسيقية instrument استخدموا tommy played شنه اول اه موسيقية لعبها tommy بلا ما نشوف في النص راح بينا من خلال الصورة هي طبعا هادي tommy played the trumpet نعم ولكن غنتأكدوا وغنقلبوا عليها في النص قال في paragraph three i used to play the trumpet okay لاحظوا الجملة but i got bored of it now now i play the drums he used to play the trumpet can نعملوا هذ العبارة used to من اللي كانت تكلموا على شي عادة كنا كان عملوها في الماضي والان ما كان عملوهاش number three رقم ثلاثة how do the members of the drumworks project help each other how كنت تابه الأول كلمة قد تطالي في السؤال كيفاش members تاع drumworks وعندينا help معروف أن help هي المساعدة each other each other معناها بعضهم البعض كيفاش كيعونوا بعضهم البعض أغانيش نقلب على فقرة فيها the members of the drumworks وفيها كذلك help نشوفوا في الفقرة رقم ثلاثة عدنا the project members هي هذي قالوا لنا how they help each other شوفوا are very helpful helpful أوكي ولكن السؤال كيقولنا how كيفاش هما كيعاونوا بعضهم البعض they'll teach you till you know how to do it they will teach you كيعاونوك كيعلموك حتى تعرف كيفاش أنت هكا تعزف بوحدك they كترجع على the members يعني ما نقول the members of the project نقولوا they هم teach كيعلموا each other كيعلموا بعضياتهم تمرين أ complete these sentences with information from the text يعني أكمل هاتي الجمل بمعلومات من النص كيعطوك نصف الجمله وانتا خستك تكملها بمعلومات من النص ولكن وانتا كتكتبها خست ضروري تعمل فيها تغييرات وتعديلات باش تلائم البنية تاه الجملة نعطو الرقم واحد Tommy's mom believes that without the drumworks project Tommy والكملو غنمشي منطقيا غنمشي الفقرة اللي فيها mom Tommy's mom الأمتاع believes كتعطي رأيها إذا أن without بدون هاد البروجيكت Tommy شنو كانت غا تكون حالته دين غنمشي الفقرة اللي فيها الأراء جال الناس المحيطة به لاحظوا أكيد غا يكون هناك يتكلم على الأمتاع كذلك Tommy's improved he spent his mom لاحظوا his mom believes ها هي that drumming has transformed Tommy without it I'm not sure if he would even still be in school نقدرون نكمل الجملة Tommy would still be in school غا ناخدوا هاد النيغاتيف Tommy would not even still be in school خدينا الجملة من الفقرة ولكن ضفنا لها not نعم باش نقدو المعنى تاح الجملة طومي's mom فهي تؤمن أن أو تعتقد بأن بدون هاد المشروع طومي ما كانش غا يكون في المدرسة رقم زوش طومي feels very proud when feels كيحس proud بالفخر when عندما كنت توقعوا أن الجواب غا يكون في الآخر الفقرات هلاش؟ لأن عندي طومي feels في الحاضر باش كيشغر وقتش كيعيش هاد المومو أو هاد اللحظة ديالافتخار نرجعو الجملة اللي قبل قال لك مالا جينتو go out and play in front of many people الجملة واضحة go out and play يخرج ويلعب in front of قدام بساف بتاع الناس إلا خدينا الجواب كيف ما هو؟ من النص وكتبناه غايعطاني he go out and play in front of many people ولكن المستحح غادي أعطيك عليه فقط نصف نقطة أو نصف تاع النقطة علاش؟ لأن الأفعال هنا واخذتهم من النص ولكن ما صرفتهمش ما حطتهمش في الزمن المناسب فهذا الحالة غادي نضيفه us he goes out and plays in front of many people ضفنا s يوشي و it نزيد s هنا زبنا لأن الفعل go o في الآخر تمرين F نشوفوه حالا ونشرحوه على الصبورة find in the text words or phrases that mean the same as في قولولنا find أجد أوكي في النص words كلمات أو عبارات اللي عندها نفس المعنى تاع رقم واحد favorite رقم زوج gifted خاصنا ننشيو الparagraph رقم زوج باش نلقاو كلمة كتعني favorite favorite وخاصنا ننشيو الparagraph أو الفقرة رقم ربعه باش نلقاو كلمة كتعني gifted favorite واضحة بحلف فاظغي مفضل gifted هالكلمة مقلوفة عند تنميد التانية بكالوريا gifted بمعنى موغوب إذن غنجو الparagraph أو الفقرة رقم زوج وغنبحتو على واحد الكلمة اللي معناها favorite كنعرفوا باللي prefer ويفضلوا prefer بحال في الفرنسية إذن هاله هو الجواب الصحيح الكلمة الثانية gifted فقرة رقم أربعة كتلاحظوا باللي في الآخر عندي ED إذن أول حاجة غنبيرها هو أنه نقلب على كلمة حتى هي يكون فيها ED باللي في الآخر talented talent جاية من له طالوم هي الموهبة إذن هذا هو الجواب الصحيح enjoyed فعل improved فعل أنا محتاجة adjective أو صفة ماشي هم أعطيني الصفة وأنا نقلب على اسم أو نقلب على فعل الكلمة التي تعني favorite هي preferable والكلمة التي تعني gifted هي talented جاية نشوفه حالا على الصبورة أمين أمين علي are students they live in Morocco أمين وعالي تلامد they كيسكنوا في المغرب أنا إلا سولتك دابا what do they refer to يعني هاد they في الجملة علي اش كتعود فهي كتعود على أمين وعالي الآن السؤالي they في الفقرة رقم ثلاثة واش كتعود على أمين وعالي أكيد لا وإنما كتعود على أشخاص معينين عادة كنرجع الجملة اللي قبلها لاحظوا the project members are really helpful if you can't play well they are not going to judge you هما أو هم هم كالسعود على الأعضاء تاه المشروع them هي هدي في الفقرة الخامسة كنشوفوا الجملة التي قبلها دائما دائما غالبا كنرجع على الجملة اللي قبلها now he learned that the only way to improve is to make mistakes and that it's okay to make them make أشنو them كتعود على حاجة جمع الجمع إذن كنرجع كالقه هو المستيك it's okay to make them يعني it's okay أنك تدير الأخطاء لأنك تعلمنهم the project members the project members رقم زوج them كتعود إلى mistakes الآن قدروا نرجع السؤال الأول a choose the best answer اختر الجواب الصحيح the text is about a how tommy has created the music project b what teacher suzy thinks about music c how music has changed tommy's behavior من سهل عليك أنك تجاوب وبيصرة علاش لأنك درستي النص فالجواب الصحيح هو c music changed tommy هي بدلاتو غيرا إخواني أخواتي وصلنا لنهاية الفيديو كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوها كذا تعلمتوا الطريقة الصحيحة اللي تقدروا بها التعامل مع أي نص تحط لكم ما تنسونيش من like وإذا بغيتوا فيديوهات مشابهة وتصحيح لامتحانات وطنية أخرى بنفس الطريقة اللي حتيت اليوم خليوها ليه في التعليقات في أمان الله مع السلامة